اشتركوا في القناة برحمتك يا رحمة رحمين قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في تكملة رسالته إلى عبد الله بن سعيم مطوع أهل المجمعة قال رحمه الله وأنت ذكرت في كتابك تقول يا أخي ما لنا والله دليل إلا من كلام أهل العلم وأنا أقول كلام أهل العلم رضا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأنا أقول كلام أهل العلم رضا بمعنى أنه أجاز هذا الكلام لأن كلام أهل العلم المحققين لا يقولون إلا ما فيه رضا لله سبحانه وتعالى فنحن نرّاه أحسن الله قال رحمه الله وأنا أنقله لك وأنبهك عليه فتفكر فيه نعم الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول لابن سحيم أنا أنقل لك كلام أهل العلم فتفكر فيه فما كان حقا فاقبله وما كان مخالفا للحق فعليك رده نعم أحسن الله إليك قال فتفكر فيه وقم لله ساعة ناظرا ومناظرا مع نفسك ومع غيرك نعم قم لله ناظرا في كلام أهل العلم ومناظرا لأهل الباطل الذين لا يقبلون الحق الذي يقول به المحققون من أهل العلم فهذه الكلمة محتملة للحق والباطل نعم قال رحمه الله وأن دين الإسلام اليوم من أغرب الأشياء أعني دين الإسلام الصرف الذي لا يمزج بالشرك والبدع نعم فكلامه للعلم ليس على إطلاقه أنه حق فمنهم من يخطي ومنهم من يصيب والخطأ مغفور لمن لم يتعمد الكذب وأما من يتعمد الكذب فإنه آثم ونحن لا نوافقه عليه هنا كأن الشيخ رحمه الله يشير إلى غربة دين الإسلام في زمانه يقول وأن دين الإسلام اليوم من أغرب الأشياء أعني دين الإسلام الصرف الذي لا يمزج بالشرك والبدع نعم هو كذلك كما ذكرنا ما كان حقا فإنه مقبول وهو الذي لا يمزج بالشرك والبدع أحسن الله نعم قال وأما الإسلام الذي ضده الكفر فلا شك أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأمم وعليها تقوم الساعة نعم فمنهم من يقول الباطل وهذا لا يقبل من أمة الإسلام من يقول الكلام الباطل وهذا لا يقبل فليرد على من قاله وهذا الذي يقول الشيخ إنه لا يقبله نعم أحسن الله إليك قال فإن فهمت أن كلامي هو الحق فأعمل لنفسك واعلم أن الأمر عظيم والخطب جسيم نعم ما كان حقا فأقبله وعمل لنفسك به وما كان خطأا فإنه يجب رده على قائله كائنا من كان نعم أحسن الله إليك قال فإن أشكل عليك شيء فسفرك إلى المغرب في طلبه غير كثير إن أشكل عليك شيء من كلام أهل العلم فلا تدري حق هو أو غير حق خطأ أو صواب فسفرك إلى المغرب لمعرفة هل هو حق ليس بكثير لأن الحق يقبل يقبل ممن جاء به سواء من المغرب أو من المشرق نعم أحسن الله إليك قال رحمه الله واعتبر لنفسك حيث قلت لي فيما مضى إن هذا هو الحق الذي لا شك فيه لكن لا نقدر على تغييره نعم فقولك لا نقدر على تغييره هذا خطأ بل نقدر على تغييره وإنكاره ورده على قائله نعم أحسن الله إليك قال رحمه الله واعتبر لنفسك حيث قلت لي فيما مضى إن هذا هو الحق الذي لا شك فيه لكن لا نقدر على تغييره وتكلمت بكلام حسن فلما غرب الكالله بولد المويس ولبس عليك وكتب لأهل الوشم يستهزئ بالتوحيد ويزعم أنه بدعة وأنه خرج من خراسان نعم ولد المويس هذا من علماء الضلال وهو في بلد سدير وهو من علماء الضلال فكان يتعمد نقل الباطل والعياذ بالله لأنه تتلمذ على المويس والمويس معروف أنه من أهل الباطل نعم أحسن الله قال وكتب لأهل الوشم يعني ابن ويس كتب لأهل الوشم يستهزئ بالتوحيد ويزعم أنه بدعة وأنه خرج من خراسان ويسب دين الله ورسوله لم تفطن لجهله وعظم ذنبه وظننت أن كلامي فيه من باب الانتصار للنفس نعم يقول الشيخ لبن سحيم يقول أن هذا الرجل منحرف عن الحق ولا يجوز لأحد أن يصادقه أو أن يثق بكلامه لأنه من أهل الظلال لأنه من أهل الظلال المخالفين للحق تعمدا نعم أحسن الله قال رحمه الله وكلامي هذا لا يغيرك فإن مرادي أن تفهم أن الخطب جسيم وأن أكابر أهل العلم يتعلمون هذا ويغلطون فيه فضلا عننا وعن أمثالنا فلعله إن أشكل عليك تواجهني نعم إذا أشكل عليك هذا الكلام أو استغربته فيقول الشيخ تواجهني أوضح لك هذا الشيء الذي أشكل عليك وهذا هو الواجب أن الإنسان إذا لم يفهم كلامه للعلم فالواجب عليه أن يراجعهم في هذا الكلام ليوضحوه له فيكون على بينة من أمره أحسن الله إليك قال رحمه الله هذا إن عرفت أنه حق وإن كنت إذا نقلت لك عبارات العلماء عرفت أني لم أفهم معناها وأن الذي نقلت لك كلامهم أخطأ وأنهم خالفهم أحد من أهل العلم فنبهني على الحق وأرجع إليه إن شاء الله تعالى نعم هذا هو الحق الحق ظالت المسلم أين وجده أخذ به هذا هو الواجب على كل مسلم لا سيما العلماء فإنهم يجب عليهم أن يتثبتوا مما يسمعون هل هو حق فيقبلونه أو باطل فيردونه نعم أحسن الله إليك قال رحمه الله فنقول قال الشيخ تقي الدين وقد غلط في مسمى التوحيد طوائف من أهل النظر الشيخ تقي الدين من يقصد ابن تيمية أحسن الله إليك قال فنقول قال الشيخ تقي الدين وقد غلط في مسمى التوحيد طوائف من أهل النظر ومن أهل العبادة حتى قلبوا حقيقته فطائفة ظنت أن التوحيد هو نفي الصفات نعم مفهوم التوحيد أخطأ فيه كثير من أهل العلم فمنهم من يظنوا أن يثبات الصفات أنه شرك أنه شرك فينفون الصفات عن الله سبحانه وتعالى ظنوا أن إثبات الصفات أنه شرك لأن الصفة يزعمون أنها شريك لله وليست صفة فإثبات الصفات شرك لأنها شريك لله جل وعلا كما زعموا وطائفة ظنوا أنه الإقرار بتوحيد الربوبية طائفة أخطأوا فيه فظنوا أنه توحيد الربوبية ومنهم من أطال في تقرير هذا الموضع وظن أنه بذلك قرر الوحدانية وأن الألوهية هي القدرة على الإختراع ونحو ذلك نعم فلذلك غلطوا في هذا النوع من أنواع التوحيد نعم ظن أنه بذلك قرر الوحدانية وأن الألوهية هي القدرة على الإختراع نعم الألوهية هي القدرة على الإختراع بزعمهم ونحو ذلك ولم يعلم أن مشرك العرب كانوا مقرين بهذا التوحيد نعم مشركوا العرب كانوا مقرين بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم في الإسلام حتى يقروا بتوحيد الألوهية نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجزاكم عنا خير الجزاء وعفاء صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين